السلام عليكم يا أحلى متابعين قناة بيع القطط الصغيرة في بغداد موضوعنا اليوم عن أكلات القطط بعمر شهرين وقبل ما نبدأ الموضوع أحب أن نوح على مسابقتنا واللي حيكون بها جائزة قطة بيرشن أو قطة هملايب من اختيار الفائز شروط المسابقة كلش بسيطة هي أن تسوي اشتراك للقناة وتسوي شير للفيديو الخمس قروبات بالفيسبوك أو أكثر هم بعد أحسن والدس للصفحة مع الفيسبوك التابع للقناة أنه كملت الشروط على مدن سجد اسمك واسم الصفحة على الفيس بيت شوب بغداد نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو غذاء القطط بعمر شهرين طبعا غذاء القطط هو العنصر الأساسي اللي يحافظ على سلامتهم لأمراض بعد ما تعد القطط مرحلة الفطام هتعتمد على الغذاء اللي يقدم الهيان مربي ولازم الأكل يكون صحي على مودة معها ما تتأذي وتدخل بمشاكل أنت في غلاء عنها وهس حقسميكم الوجبات على مدصر سهلة وتقدرون تكتبوها وتسووها جدول يعني تسهيلا لكم يلا حضروا ورقة وقلم وسجلوا الوجبة الأولى الوجبة الأولى نسميها الريوق أو الفطور الصباحي وحيكون به ثلاث أصناف ممكن تنطيها بالريوق أول وجب أول شي الجبن المثلثات تنطي جبناية كاملة إذا ما كجبن المثلثات ممكن تنطي بيض مسلوق بيض وصفار تبرشة وتطيهية أو تطي زبادي أكتيفية إيش عندك؟ خير وبركة الوجبة الثانية نسميها الغداء أو وجبة الغداء حتكون يوما صدر دجاج مسلوق يوم سمش تونة أو تقدر تنطي سردين أو سمش مشوي مثلا وترجع تنطي دجاج يوما ويوم كبد الدجاج ويوم دجاج خلصنا مرة يوقو الغداء بقت الوجبة الأخيرة اللي هي العشاء وأهم شي العشاء الأفضل بهالوجبة تنطيها أكل جاف المخصص بالقطة الصغيرة اللي هو الدرايفود بسكون نوعية مضبوطة وحذكروا لكم نوعيات مرتبة وخاصة بالقطة الصغيرة اللي هي لارا جونيور وهبي كوت جونيور ورايال بيرشن للكتن وأكيد أفضل هنا الرايال بيرشن فوائد الدرايفود كل شهوائه وهو بصورة عامة يشبع كل ش الكمية اللي تطوهيها القتشف في الإيد تخلوهم بالمعون وها هي طبعا الوجبات هاي ممكن وجبة الريوك تتقسم نصين ووجبة الغداء نفس الشيهم تتقسم نصين قبل ما تنام قبل ما تجعل الدرايفود يعمل القطط من الجوع تأكل براحتها أحب نوح على شي انه اي اكل غير الدرايفود لازم يتقدم دافي لا بارد لا حار ولا يبقى يم القطط اكثر من ربع ساعة لان يجمع عليه البكتريا وحيضرها ما ينفعها هاي بالنسبة للاكل خلصنا ندخل على موضوع المي لازم يبقى يمها مي نظيف بكاسة ويتبدل ثلاث مرات باليوم والمي ضروري كلش على مود الأمعاء تشتغلوا بصورة صحيحة ولهنا وحلصنا الفيديو اتمنى فدتكم بهالفيديو واذا عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك وشير وبخدمة الطهبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة